موسيقى بحث وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن مع نظيره الأوكراني أوليسكي ريزينيكوف المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا وذلك خلال اتصال هاتفي لمناقشة الأوضاع الراهنة في أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أن الجانبين ناقشة خلال الاتصال نتائج الاجتماع الأخيرة لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وأكد أوستن التزام الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا أنظمة ساروخية مدفعية إضافية من ترازهي مارس ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتحرك بأسرع ما يمكن لتسليم المعدات إلى أوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 100 صاروخ هيمارس أمريكي عبر استهداف مستودع للذخيرة بمنطقة دونستك ذكر بيان للدفاع الروسية أن القوات الجوية قد دمرت مراكز الانتشار المؤقتة التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نيكو لايف وأصفر عن سقوط 200 عسكري أوكرانية وأشار البيان أيضا إلى أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية قد اعترضت في منطقة خرسون عشرة صواريخ من أنظمة هيمارس أعلنت روسيا أن ضربات أوكرانية قد دمرت جزئيا جسر أنتونوفاسكي في ضواحي مدينة خرسون جنوب أوكرانيا وقالت مصادر روسية أن استهداف الجسر زاد فقط من صعوبة حياة السكان ولن يكون له تأثير على نتيجة المعارك وتقع مدينة خرسون على بعد بضعة كيلومترات من الجبهة حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا لاستعادة هذه الأرض التي فقدت في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية لأوكرانيا ذكرت السلطات في إقليم دونتسك شرق أوكرانيا أن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف على منطقة بيتروفاسكي أضفت السلطات أن إجمالية القذائف التي قسفتها قوات كييف على دونسك خلال 24 ساعة الماضية حوالي 500 قذيفة ومن جانبها أعلنت وزارة دفاع روسية فتح ممرات آمنة لنحو 70 سفينة احتجزتها كييف وذلك بعد إزالة الألغام من ميناء ماريوبول أعلنت البحرية الأوكرانية أن الموانئ الثلاثة المخصصة لتصدير الحبوب قد استأنفت عملها ويعد أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالموانئ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعت اتفاقا الجمعة الماضية لمدة أربعة أشهر من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة لتخفيف أزمة الغذاء العالمية قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريا رودنيكو إن اتفاقا يسمح باستئناف صدرات الحبوب الأوكرانية من موانئ أعلى البحر الأسود قد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الروسية الزراعية على الفور قال وزير الخارجية الروسي أن شحنات الحبوب من أوكرانيا ستبدأ قريبا وعبر عن أمله في أن يستمر هذا الاتفاق أكدت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا قد ارتفع إلى خمسة ملايين وثمانية وخمسين ألف لاجئ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي وأوضحت الوكالة أن بولندا استبقت أمس نحو واحد وعشرين ألفا من لاجئين وفدين إلى أوكرانيا مقابل واحد وعشرين ألف لاجئ في اليوم السابق عليه فيما غادر ثلاثة فاصل خمسة عشر مليون لاجئ عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي موسيقى 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 أشادت الولايات المتحدة بقيادة المملكة المتحدة لتقديمها دعما كبيرا لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد التدخل الروسي عن الغير المبرر وكذلك لجهودها في تنسيق جمع التبرعات من الحلفاء والشركاء وفقا لبيان وزارة الدفاع الأمريكية جاء ذلك خلال لقاء نائبة وزير الدفاع الأمريكية ومستشار الأمن القومي البريطاني في واشنطن العاصمة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الأوضاع في أوكرانيا والاتفاقية الأمنية الثلاثية أوكوس والقاعدة الصناعية الدفاعية ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 12% في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعية من روسيا وذلك عبر السيل الشمالي واحد بسبب تعرق لأعمال صيانة المعدات في ظل العقوبات الغربية هذا وخفضت شركة جازبروم إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر السيل الشمالي واحد ويأتي الارتفاع في ظل مخاوفة من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا وتبدأ شركة جازبروم الروسية اعتبارا من اليوم بخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مسار السيل الشمالي واحد وذلك بعد توقف لتربين آخر عن العمل بسبب أعمال صيانة والمزيد في سياق التقرير التالي في خطوة لتضامن مع ألمانيا والرد على استخدام روسيا الإمدادات سلاحا اقتصاديا اتفق الاتحاد الأوروبي على خطة لخفض استهلاك الغاز وتلزم الخطة دول الاتحاد الأوروبي بخفض استخدامها الغاز بنسبة 15% خلال فصل الشتاء مع وجود استثناءات لبعض الدول إلا أن المجر كانت البلد العضوى الوحيد الذي عارضها قائلا على لسان وزير خارجيته بترسيارتو أن هذا اقتراح غير مبرر وعديم الفائدة وغير قابل للتنفيذ وزير الصناعة تشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال إنه تم إنجاز خطوة كبيرة نحو تأمين إمدادات الغاز للمواطنين واقتصادات البلاد لفصل الشتاء المقبل ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا تعتمد على الغاز الروسي إلى حد كبير وستبقى في حاجة لإمدادات شركة جازبروم الروسية لسنوات إلى حين تأمين مصادر بديلة وبلغت حصة ألمانيا نسبة 40% من واردات الغاز الأوروبية التي أتت من روسيا العام الماضي ومن المتوقع أن توضع استثناءات لدول جزرية مثل أيرلندا وقبرص وملطا ودول أخرى ترتبط بشكل محدود بشبكة إمدادات الغاز المترابطة مثل إسبانيا والبرتغال كما ستعفى دول البلطيق إذا قطعت وصلاتها الكهربائية بشبكة روسيا وكانت شركة جازبروم الروسية قد أعلنت خفض شحنات الغاز اليومية إلى الاتحاد الأوروبي بحوالي 20% وأرجعت جازبروم تغفيضها الأخير إلى الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات وهو سبب رفضته مسؤولة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون التي وصفت الخطوة بأنها ذات دوافع سياسية انخفضت شحنات الغاز عبر خط الأنابيب نوردستريم إلى حوالي 20% من طاقته حسب بيانات للهيئة الألمانية المشغلة مما يعزل من خطر حدوث نقص الغاز هذا الشتاء في أوروبا أكدت الهيئة الألمانية المشغلة جازكاعد التي تدير هذه الشبكة على الأراضي الألمانية أنه تم عبر خط نوردستريم واحد نقل حوالي 1.28 من مئة مليون متر مكعب في الساعة أي حوالي 20% من القدرة القصوى لخط أنبيب الغاز لكن الإمدادات انخفضت إلى 40% عن المعدل الطبيعي وذلك بحلول منتصف يونيو قبل إغلاق الخط بشكل كامل لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة السنوية وذلك بين 11 و21 من يونيو ومنذ ذلك الحين السؤنفة تضفق الغاز أعلنت مسؤولة في الخارجية الروسية أن سويسرا قد رفضت إصدار تأشيرات دخول لديبلوماسيين روس كان من المقرر أن يشارك في فعاليات أمامية في جنان وقالت الدبلوماسية الروسية إيرينا تياغلوفا خلال اجتماعا لفريق العمل الأممي لشؤون أمن المعلومات الدولي أنه لضمان العمل الفعال للفريق الأممي من المهم أن تشارك الدول بالتمثيل الكامل في العملية التفاوضية وفي وقت سابق رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة دخول لمدير دائرة أمن المعلومات الدولي للخارجية الروسية الذي كان من المقرر أن يترأس الوفد الروسي لدورة فريق العمل الأممي الخاص بأمن المعلومات الدولي رفض القضاء الأوروبي طلب قناة RT فرانس الإخبارية بإلغاء تعليق بثها أو بثته خلال رفض في إطار عقوبة الاتحاد الأوروبي دادا موسكو التي وعدت على الفور برد ضد عدد من وسائل الإعلام الغربية قدمت الشبكة الحكومية الروسية طلب استئناف ضد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي التي أعلنت أن قرار حظر القناة الروسية مؤقت وليشكل خطرا على حرية التعبير وردا على هذا القرار أعلن الكراملين أن روسيا ستفرض قيودا على عمل وسائل الإعلام الغربية على أراضيها